سيبو بكر أنا كان عرفك عندك إلمام وعندك متابعة وعندك علاقة أيضا بالمباريات القمة كلاسيكو البطولة بين الوداد والجيش كان مخيبا للأمال في اعتقاده هل تشاطروني الرأي فعلا يا حسن أساطرك الرأي بأن كان لقاء مخيب الأمان بالخصوص من طرف فريق الوداد الويداوي لأن تنقول أنا يابي أن فريق الوداد الويداوي قدم أكثر مقابلة دياله هذه المدة قريبا ديال 3 سنوات أو 4 سنوات يعني مقابلة مخيبا للأمال للفريق كيف كان الظروف؟ وخد الظروف الظروف على الفريق يمجزهم وظروف على جميع الفرق إذا كانت الظروف يلي غدير الفريق على المستوى غدير ولكن نرى مقابلات الظروف القاسية مقابلات في القمة ولكن فريق الوداد الويداوي البارح ظهر بمستوى داني وداني جدا كنت نتمنى كنت نتمنى وكان الجمهور يتمتع بالمقابلة لو سجل فريق الجيش الملكي هو الأول كنت نرى وحتى طبق كراوي هائل حيث الوداد سيخرج يلعب الكورة الجيش تتلعب الكورة والوداد سيكون هداف لو سجل فريق الجيش الملكي هو الأول كنت نرى العكس سجلات الجيشية الأولة سيكون ضغط على الوداد وتقدر أن يتقوم بها سوف نرى أداء أخر لأن الوداد سيخرج يلعب الكورة الجيش تتلعب الكورة تنعرفوا الاستسامة للطالب كيف يلعب الكورة الجيش سيخرج يلعب الكورة يعني يكون شجلات فريق وكون غير بقى التعادل ما سوف نرى ذلك المستوى يعني من الدقيقة 17 قول الدقيقة 18 ما يشفناش الكورة وخاء الناس يقولوا قريدوا 18 في الوداد خسوا يمشي أيضا الوداد كان مدرب آخر كان يتسنى اللي هو المدير التقني كان آن تمايا احنا ولفنا هذه القادية كي يجي مدرب كي يبشي كي عوضوا واحد كين أنا تنقل أستي حسان بأن ربما ربما نقدر تستطيع لك الرأي وراء كان بواحد نسبة مئوية كبيرة المسكي اللي كان عند الوداد كان في مسكي اللعابة لأن اللي ركرة تمودي اللعابة للدروة العام ما تنقص من اللعابة بل يكينين حاليا لا كين شي لعابة ما أعرفه مهم ما تنقص من اللعابة ولكن ما يلعبوش في الوداد لأن الفرق القبار كالوداد كالرازة كالجيس كفرق قبار ربما يسموح لهمشي يكونوا عندهم مشي لعابة دون مستوى كذلك الفرق العالمية خسل العابة اللي كانوا ديرين المسكين قد نقول وحنا في كين في المدرب واحد نسبة قليلة ولكن ما المدرب ما عنده والدليل على ذلك هو كورسي الاحتياط دير الوداد ما كينشي كورسي الاحتياط دير الوداد ما عنده اشتركوا في القناة